يبحث وزراء خالجية مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض اليوم تطورت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ومن المنتظر أن يعقد الوزراء اجتماعا في هذا الشأن في الرياض في وقت لاحق من اليوم وأن يصدر على الاجتماع موقف خليجي موحد في مواجهة التصعيد الإيراني وكانت السعودية والبحرين قد قطعت علاقاتهم الدبلوماسية مع إيران فيما خففت الإمارات العربية المتحدة من مستوى تمثيلها الدبلوماسي كما استدعت الكويت وقطر السفيرين الإيرانيين لديهم احتجاجا على الاعتداء على الممثليات السعودية في إيران كذلك ينتظر أن يعقد اجتماعا آخر الجامعة العربية الأحدى المقبل وسط التساع دائرة المقاطعة الدبلوماسية لإيران حيث أعلنت كل من السودان وجيبوتي والصومال عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران